السلام عليكم ورحمة الله متمنى تكونوا بخير وعلى خير او بصحة جيدة اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة اللي غطل عليكم رخيصة ولا مجانا يعني المكوه الاساسي اللي فيها اما غتشري درهم ولا جوج درهم ولا غدي تجيبوها مجانا بلا ما تشريها فابور هاد الوصفة المكوه اللي فيها الاساسي هو اليازير اليازير مزيان لا بالنسبة الفروة ديال الرأس لا بالنسبة البشرة ديالنا هنا اليوم غدي نستعمله كحل الصالع اللي كيكون ماشي الصالع الموروط اللي كيكون وراتي لا وانما الصالع اللي كيكون السبب دياله هو التساقط ديال الشعر وكيبقى الشعر كيخفاف كيخفاف كتبقدو كل الفراغات ديال الرأس كتكتر حتى كيقول له الانسان بحل نصلع اليوم ما غدي ندفعنا هاد العشبة ديال اليازير عشبة كيف ما قلت لكم ديال اليازير الا اننا هنا غدي نستعمل وها تكون يابسة تقدري الى كانت عندك خضرة جيبيها وديرها في الشمس حتى كتي بس واستعمليها هاد اليازير علاش قلت لكم غدي تتحصلوا عليها فابور تقدري تجيبيه من الجردة ديال كل من الجردة ديال صاحبتك او من الجردة ديال الزنقة العموميين راه موجود هنا غدي نخوض تحان الكهربائي ولا مهراز ولا اللي عندك ماشي مشكلة مهم بغينا هاد اليازير انطحنوه مزيان 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 بقيت طحنه حتي تتحن مزيان هو هديك القشرة اللي كتكون عنده الفوق وذوك الجذور اللي كيكونوا لاصقين في العود ديالهم مكي مكي تتحنوش يعني ولو غدي انطحن فيهم مزيان راهما ضروري ما خاصك تغربلي ضروري ما تغربلي الا اننا ما غرر ما يوتيشي حاجة غادي نستعملوا لاجزاء بجوج اللي مغربل واللي شاط انا هنا من بعد ما طحنتو مزيان غادي نوريه لكم كيفاش غادي يكون غادي يكون حرش ماشي نييل شفتو ولكن غادي نغربلوا باش نستعمل لان هاد الوصفة اللي قد لكم غادي تحييد لكم ان شاء الله بإذن الله غادي تحيد لكم ذاك الشعر غادي يكون خفيف غادي تحيد لكم هاداك الصالح او هاداك الشعر غادي قليل وكتحاربنه حتى القشا هنا غادي نعزل ذاك الجوزء اللي هو ورطب انا وقفت الفيديو حتى غربلت كل شيء وغربلت في صفايا لان هاداك رقيقة بزاف غادي نستعمل هاد المكوين هاد اليازير اللي هو ورطب وكذلك هاداك اللي غربلت في صفايا الفوق المكوين الثاني هو واحد البيضة بلدية غادي نستعمل لها المحب الاصفر فقط الى ما كانش عندك البيض البيض البلدي انا ابحظ العادي و ها هادا نخد مجzzو ياورد طابعي غادي نخد منو تقريبا بما حسب الكمية الهاد البيضة كانت بتوسطة غادي نخد منو جوش ملاعق كبير ورطب هو ورطوا هادا خلطهم مصير نضيف البيض بيض رازوين مليئ بروتينات ونضيف الياورت بشعر اما المكوه الاساسي هو اليزير انا اخذت قرعة صغيرة على هذا الشكل انتم اخذوا اي قرعة اللي تكون محكمة للغلق سوف نضيف ملاعق صغير اللي طحنت وغربلت هذه الوصفة الثانية كذلك باليزير اللي تجيب غير درهم ولا جوج درهم وتقدري نضيف بها المراحل كاملين سوف نضيف كمية هنا نصف كأس تقريبا نصف كأسي القياس العنبة اللي هو دافي ماشي برد وماشي وصل لدرجة الغاليين وعليش قلت لكم واحد القنينة او قرعة اللي تسد لانها غدي نرجو مزيان غدي نسدها هكذا مزيان وغادي نبقى نخلط فيها نخلط حتى نصف ديالها غدي وليك شكوشة يعني ذاك الرغوة قد ما قديتي ما قديتي ما قديتي شتخلطي اعطي لولدك ولا البنتك ولا الراجلك ولا شي حد اللي يبقي يخلط لك بحال هكذا حتى ذاك اللي نصف دياله كاي ولي رغوة غدي نوقف الفيديو حتى نخلطه مزيان وغدي رجع باش نقول لكم السير باش انا خلطه بلا منعيا و لو قدامكم كنخلط بحال هكذا ارخص واحد ليففور واحد الجهد اللي كتر من هذا من بعد غدي نوريكم فاش سليت انا التخلط كيفاش وله قداش ولهت هذه الرغوة او هذه الكشكوشة طريقة اللي درت انا باش ولت عندي هاد خديت الكأس لاخور لي طول من هادا شوية ديال العصر ولته بحال هادا ودرتو فيه ودرتو في الفتحانة وخليتو كادور مزيان 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 بحالك مزيان 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 حتى ذاك ليزير تلقي لنا هادا الرغوة اما تدري هادا الطريقة واما الطريقة ديال القرعة باش يتلقي لك الرغوة مزيان هادا المرحلة الثانية غنخلي هاد الوصفة التانية اللي وريتكم ديال الرغوة و هادا نكملو الوصفة التالتة كل هم ديال الشعر باش يولي عندنا قوي وكتير وما بقاش كيتساقط الصلاع اللي سببه التساقط ديال الشعر هنا خديت جوج ديال الملاعق من اليازير اللي هو بقى يعني بحنو خالة ديال اليازير ذاك اللي غربنا اللي بقات الفوق ذاك الحرجة وضفت عليها كيف ما شفتو واحد المقدار ديال زيت زيتون انا في الحقيقة غني وريكم اشنه هو الزيت اللي ضفت عليها ومن بعد غد نخليها بحال هكذا إلا كانت هاد الطاصة بحال ديالي ولا شي قرعة شفافة دلوا لها شي بلاستيكة هكذا وخليوها لمدة عشر أيام ومن بعد غد تبدو تستعملوها هادو هما ثلاثة ديال الوصفات الوصفة الاولى والوصفة التانية والوصفة التالتة كلهم كيحاربونا تساقط الشعر طريقة ديال الاستعمال على فروة تكون نقية ولا لانان ما غداش نستعملو الشعر غير الفروة ديالا الرأس اي الجلدة كنديرو هكذا بالاصابع ديالنا ونبقوا نديرو حركات دائرية البلاصة اللي درت فيها نقندير حركات دائرية لانا فلش يكون عدنا الشعر خفيف ولا كيتساقط راه السبب ديالو الجلدة ديالا الرأس لما كانش مرض في الجسم السبب ديالو الجلدة ديالا الرأس يلكما ما نسميته اء بالنسبة غير الجلدة ديال ما بين ساعة و الجسعة يعني لا بين ساعة ساعة منamaan مساعة و المكسيم chain من بعد غايقها غايقية ستبق قد بها حتاة لجوج الحكب في الأسبوع الاوصفة ليبنو Ang eles قد احد هبعственный لن تغسل الشعر لنظيف فرواة تكون نشفة لنظيف الوصفة وكذلك تغسل الشعر الأخرى سوف تجعله المدة 10 ايام في مكان مظلم ومن بعد سوف تصفي و تبدي تجعله الشعر هو مكمل للوصفة الأولى و الثانية دهني الفروة للرأس و دهني الشعر و تجعله حتى لمدة يومي في حقيقة الأمر انا انا من اجدت هذا الزيت و هذا الزيت الى مرقبها في 16 عشبة اذا انا ذهني الشعر سوف نضيفه في القريعة و كذلك الوصفة اللي دارت معكم سوف نضيفها في قريعة باش نوريكم البنات بجانبها و 16 عشبة اضعوا هذا الزيت اضعوا الى الازير اضعوا الازير الازير ستخلطه جيد و تبقى يدهني به كما اخبركم في الوصفة 16 عشبه اتمنى ان الوصفة كلهم يعجبكم اضعوا الازير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته